نالتلوقتي معادي موجز الأهم الأخبار معالين دا تفضل يا لين شكرا شازلي الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى الصين وخلال اليوم الثالث من الزيارة عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جيم بينج وكبار القادة والمسؤولين الصينيين وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات هذا وأجرى الرئيس السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان ورئيس جمهورية أوز باكستان شافغات ميرزي ييوف وولي عهد أبو ظبي محمد بن زيد آل النهيان وأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات جانبية مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتاغش جاء ذلك على هامش مأدوبة الغداء التي أقمها رئيس الصيني شي جمبينج على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العالمين الجديدة وشدد مدبولي على أهمية تسريع وطيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة وتفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته كما تفقد رئيس الوزراء المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدانا واطلع على أعمال تنفيذ مكونة المدينة شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات اليوم الأول من الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقية والتي توقد على مداري يومين بالعاصمة الإثيوبية أديسابابا واستعرض شكري خلال الاجتماع الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة منوها في هذا الصياق بإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر 2021 والذي من شأنه أن يمثل الذراع التنفيذي لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي وفي هذا الصياق أكد شكري ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية في ظل ما يتواجه من مشكلات أمنية واقتصادية وعدم الاكتفاء برد الفعل أعربت مصر عن خالص تعزيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية حكومة وشعبا ولد ذوي الطفل ريان الذي وفته المنية على رغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية دعيتنا المولى عز وجل أن يلهم والديه ودوي الصبر والسلوان أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى ثلاثمائة وتسعة وستين ألفا وأحد عشر متعافيا وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل ألفين ومائتين وثمان وتسعين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لافت إلى وفاة ثمان وخمسين حالة جديدة يواجه المنتخب الوطني في التاسعة من مساء اليوم نظيره السنغالي في نهاء كأس الأمم الإفريقية وكان الفراعنة قد تأهلوا لهذا الدور بعد تخطيه معاقبة الكاميرون برقلات الترجيحة فيما بلغ أسود التيرانجا الدور ذاته بعد الفوز على بوركينا فاس بثلاثة أهداف مقابل هدف هذا ويسعى المنتخب الوطني للفوز باللقاء وحصد اللقب الثامن في تاريخه وعلى الجانب الآخر يسعى زملاء سعد يوماني لحصد اللقب الأول في تاريخهم نهاية منجزة الثمنة نعود لاستكمال باقي فاكرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل